قال وزير الخارجية عادل الجبير أن إيران تحمي الإرهابيين وتوفر لهم أكثر من 90% من المتفجرات مؤكدا أن المشكلات في المنطقة بدأت مع ثورة الخمين الإيرانية التي أدت إلى الانقصام الطائفي وصدرت مفاهيم تتعارض مع مفهوم المواطنة وأضاف الجبير في كلمة له أمام مؤتمر ميونخ للأمن أن إيران ارتكبت كثيرا من الأعمال الإرهابية في مناطق عدة في العالم وأقامت بدعم الحوثيين بصواريخ مشيرا إلى أن التعامل مع إيران يمكن أن يكون طبيعيا في حال التزمت بالقوانين والأعرف الدولية وأشار الجبير إلى أن الثورة الإيرانية أدت إلى قيام حزب الله الذي يعد أخطر منظمة إرهابية اليوم بينما تقول إيران أنها بريئة